هجوم لندن الذي وقع قبل أيام فقط من بدء المملكة المتحدة عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي طرحوا على الطاولة مسألة التعاون الأمني بين الجانبين نقطة حساسة طرحتها يورونيوز على جوليا ابنان المحلل السياسية في مجموعة كيليام المتخصصة في المسائل الأمنية هل تعتقدين أن التعاون الأمني سيكون صعبا بين الجانبين؟ أعتقد أنه سيكون أكثر صعوبة لأن المملكة المتحدة لن تكون على طاولة المفاوضات وتبادل المعلومات سيصبح أصعب لأن الأمر ليس كذلك إطلاقا سيكون جهدا كبيرا جدا من كلا الجانبين وبالطبع انخفاض الثقة بين السياسيين سيضاف إلى ذلك وقد يقلل من معايير تقاسم المعلومات الاستخباراتية وتبادل المعلومات على المستوى الأوروبي متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية أكد لوكالة رويترس أن الهجوم الذي شهدته لندن لن يؤخر عملية مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي